العيد هذا العام تباينت الصور والمشاهد في منطقة عربية وانغلبت عليها فرحة مشوبة بالهموم والأحزان سواء بسبب الأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو مشاحنات سياسية وقد توافدت حشود من الفلسطينيين من مناطق مختلفة إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة عيد الأضحى وقيمت الصلاة وسط تعزيزات أمنية مكثفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إذن يحتفل العرب والمسلمون بعيد الأضحى المبارك وقد تباينت الصور والمشاهد في منطقة العربية وانغلبت عليها الفرحة المشوبة بالهموم والأحزان سواء بسبب أوضاع اقتصادية صعبة أو مشاحنات سياسية على الرغم من التظاهرات التي استمرت منذ انقلاب الجيش في مصر على سلطة الرئيس محمد مرسي ما أثر على النشاط الاقتصادي في البلاد فأن المصريين أقبلوا بنشاط استعدادا للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك ومن العادات المتبعة في مصر تجمع أفراد الأسرة على مدى يوم كامل يتناولون خلاله الطعام ويتبادلون الأحاديث عوايد يعني عندنا إحنا لازم الصبح بنشوي الضهر يعني حاجة عادية جدا أما العراقيون فقد تجمعوا منذ الفجر في المساجد يصلون ويدعون الله أن ينهي موجة الانفجارات التي تضرب في مختلف المناطق في بلادهم ورسالتي إلى الجميع حكاما ومحكومين إلى كل أبناء هذا البلد الذين يريدون صالحة والذين يريدون أن يخرج من هذه المحنة وهذه الفتنة التي يمر بها أن يتآلفوا وأن يستثمروا مثل هذه المواسم في التقارب والتآلف والتآذر كذلك كان شأن اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري على حدود مدينة المفرق الأردنية لكن البعض قالوا أن الاحتفال بالعيد ليس كما كان في السابق بين الأهل نتمنى بالعيد نفس كل الأعياد أن نكون بلدنا بالشام بين أهلنا بين قرائبي مثل هلأ أنا قرائبي شيء بالشام بيت عمي بيت خالتي ونحن هنا حالنا نحن يعني يجينا اطلعنا من سوريا غصبنا يعني مهجرين أما في موسك فقد كان المشهد مختلفا إذ جاءت الاحتفالات بعد موجة من الاحتجاجات والتظاهرات التي عمت العاصمة الروسية وقد قام بهذه التظاهرات شباب روسي دمروا خلالها بعض المحال التجارية التي يملكها مسلمون من شمالي القوقاز وقد رددت في هذه التظاهرات شعارات عنصرية وطالبت المسلمين بالرحيل التظاهرات كانت نوعا من الاستفزاز فقد تابعتها جيدا وكانت مجرد استفزاز هكذا تختلف مظاهر الاحتفال بالعيد من بلد لآخر ولكنها تمثل في مجملها ضربا من الاستقرار والهدوء النفسي بعد فترة طويلة من الاضطرابات التي ظلت تشهدها كثير من المناطق في العالم العربي